السلام عليكم ورحمة الله ولك الحمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون أما بعد فسلام عليكم ورحمة من الله وبركات أحبة في الله كما يقول حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله فاجزى الله خير الجزاء من كان سببا في وجودنا جميعا هنا كل من أسهم ممن نعلم ومن لا نعلم فاجزاهم الله كل الخير إذن منهج القرآن في نهضة الإنسان والإصلاح يأتي من الداخل وعنوان المؤتمر هو النهضة رنسانس النهضة تؤمن تعمل وبعد ذلك يحصل التغيير بإذن المولى عز وجل طلب مني أن أتحدث عن ظلال قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وكما يقولون لكل شيخ طريقة طريقتي حتى يغير ما بأنفسهم ولكني سأعمل خلال العشرين دقيقة أو يزيد القادمة على شرح الظلال العجيبة تحت هذه الآية لذلك أحبتي في الله أنا أفكر بعقل كلي لذلك أشفق على من يفكر مثلي إن لم أرسم له الخارطة كاملة سأقوم بإعطاء مقدمة فيها بضع نقاط سريعة بعد ذلك سأتحدث عن النقطة الأساسية من خلال أمثلة وبعد ذلك أختم في المقدمات عندي الحق للأول هو مقدمات من عدة نقاط وبعدها أدخل في لب الموضوع أقول في النقاط عن الإصلاح وعن ما يأتي من الداخل وعن أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم المقدمات السريعة التالية أولا أحبتي في الله الهدف من اجتماعنا هنا حتى كما يقولون في الإنجليزي To keep ourselves on the track لكي كلنا نكون على نفس الخط ولا يوجد متحدث يتحدث كما يقولون في واد والمستمع قد يكون في واد آخر لا بد أن أوضح ما الذي أريده المتحدث الناجح يجب أن يكون واضحا في ذهنه ما الذي يريد إيصاله وأن يكون قد خطط للوصول لهدف الهدف من اجتماعنا في هذه المحاضرة هو الحديث عن النهضة بقصد الإصلاح عبر تغيير النفس كخطوة أولى إذن نحن نريد الإصلاح عبر تغيير النفس لنصل إلى موضوع النهضة أو نريد النهضة لنصل إلى موضوع الإصلاح العام سألت نفسي سؤالا وببساطة ما هي النهضة؟ لن أتحدث بتعريفات أكاديمية والعلمية دقيقة لكن ببساطة النهضة من النهوض ومتى يكون النهوض؟ النهوض يكون بعد وقوع أو نوم أو جلوس أو أصلا قعود وعدم فعل شيء عندها تنهض نقول باللغة العربية فنهض فلان من مكانه فالنهضة هي قيام من قعود أو جلوس كما قلت أو تقاعس أو كسل فكلمة النهضة إن أردنا النهضة نحن نعترف إذن بداهة بأننا مقصرون نجالسون إذن لابد أن ننهض هذا اعتراف ضمني كما يقولون الاعتراف بالمشكلة نصف الحل كما أن حسن السؤال هو نصف الجواب لذلك قلت هذا الآن بوجهة نظري الشخصية حل المشكلة مشكلة أن يحصل عندك تغيير اللي هو مضمون الآية أن الله لا يغير ما بقوم هو لب موضوع التحريق والنهضة حتى يغير ما بأنفسهم بمعنى الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك التوفيق ويسر لك ويسهل لك ويعينك على التغيير والأكشن والعمل والنهضة إن أنت غيرت ما في نفسك فالسؤال للمنطقي كيف يغير ما بنفسي أنا بوجهة نظري الشخصية لا بد من الخطوات الأربعة التالية الخطوة الأولى والتي سأبني عليها أكثر من ثمانين بالمئة من محاضرتي بل ربما كد قد أكون سأكتفي بها له وضوح الصورة ووضوح التصور اللي هو الكلير فيجن الكلير فيجن وضوح التصور كما يقولون بالانجليزي يجب أن تعرف من هو وما هو يعني بالعربي العامي الأردني والفلسطيني نعرف راسنا من رجلينا لأن بعض الأحلام بعض الناس لم يعوا لم ينتبهوا أصلاً لوجود المشكلة وهذا بحد ذاته مشكلة إذن النقطة الأولى وضوح التصور والرؤية أنا أين أقف؟ تخيلوا تخيلوا أني أنا المتحدث سأتحدث من هذا المكان تخيلوا لو أني واقف الآن عند بوابة الفندق في الخارج وأنتظر أحد ليستمع لي ولم تكن الصورة عندي واضحة أن كوني متحدثاً رئيسي سأكون في هذه القاعة في هذا المكان فالصورة عندي خطأ الآن تنتظرون المتحدث وأنا أقف بالخارج إذن دمرت كل الترتيبات التي رتبوها لأجلي فالصورة خطأ الذهنية في رأسي لذلك كان الأكشن خاطئ لأن التصور خاطئ فالنقطة الأولى لنصل لموضوع النهضة والإصلاح هي أوضوح التصور النقطة الثانية قوة الإرادة إن صح التصور عندك وفهمت والتضح لا تنتهي المشكلة يجب أن يكون هناك الآن وضوح التصور يدفع ويعطي قوة هذه قوة الإرادة الآن تأتيك نتيجة وضوح التصور الآن بعد قوة الإرادة لا بد من أخذ القرار بعد أخذ القرار لا بد من البدء بالعمل مهما كان بسيطاً إذن هي خطوات أربعة وضوح التصور قوة إرادة أخذ قرار البدء بالعمل مهما كان بسيطاً وكوني أعتقد أن النقطة الأولى الأساسية هي وضوح التصور كان لابد أن أبني معظم كلامي في موضوع ماذا أقصد بوضوح التصور التي أراده الله سبحانه وتعالى طبعاً أنا كما قلت لكم لن أسرد الآيات لكن سأخذ روح القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في 13 سنة في مكة نحن نسميها باللغة الأكاديمية العلمية ماذا نقول؟ نقول كان يؤسس العقيدة صح؟ بلغتي كان يوضح التصور أي تصور يعني أعطيكم مثالاً ربعي بن عامر قصة شهيرة جداً التي يعرفها الجميع ربعي بن عامر ماذا كان تصوره للحياة الدنيا؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قبائل تغزو بعضها يقتل الأخ وأخاه والقبيلة القبيلة الأخرى والسبي وإلى آخره وكان لتصورهم أن الحياة بدأت من لا شيء وتنتهي بأي شيء وبلا شيء كانوا يأيدون البنات ويقتلون ويزنون ويرتكبون ويظلمون أنك ستنتهي إلى لا شيء فلما جاء التصور الجديد هذا الرجل الذي كان في أحسن أحواله أعرابياً تائهاً في الصحراء وقف أمام رستم رستم صاحب أعظم قوة أرضية موجودة على سطح الأرض في ذلك الوقت فقال قولته الشهيرة حينما سأله قال ما الذي أتى بكم؟ ورستم والله أعلم كان يتخيل أن هؤلاء العرب ما أتوا إلا ليأخذوا شيئاً مربما من الطعام أو يقولون سيدي ما عليش بدنا شبه يتقمح وشعير في عندنا مجاعة بالجزيرة فوقف وقال قولته العظيمة التي تسطر بماء الذهب حينما قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة نقطة انتهى الموضوع لخص حركة علاقة الإنسان بربه وبالخلق وبالكون وبالدور حتى تدخل القبر بما لا يزيد عن عشرين كلمة رؤية جديدة رؤيته كانت نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر لما جاء الحبيب المصطفى رحمة من رب العالمين أعطى التصور الجديد فقابله فأصبح مسلما اعتنقه تغير السوفتوير عنده كامل تقريبا للصورة عمل رايت كليك سيليكت أول كنترول أ رايت كليك دليت هل أنت متأكد نعم شطب بعدين داولود نيو سوفتوير فعمل داولود لمفهوم جديد تماما أسأل الأول هذه المثال على وضوح الرؤية والتصور مثال آخر أبو بكر رضي الله عنه كلكم يعلم من هو أبو بكر ثاني اثنين في الغار مداحه الله سبحانه وتعالى أبو بكر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع لو وضع إيمان الأمة لو جمع إيمان الأمة ووضع في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر بما والحديث الآخر لما يقول عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو نسيت عائشة تصفه أو النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم عائشة لكن نسيت قال والله ما وصل بمعنى الحديث أبو بكر إلى ما وصل إليه لا بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة ولا بكثرة صدقة يعني القضية ليس قضية فقط بالدرجة الأجيزة للكوانتيتي أنه كان يصلي ألف ركعته في اليوم وكان يقرأ ألف آياته في اليوم لا 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 قال إنما وصل وفعل ما فعل ووصل بشيء قد وقرها هنا قوة لذلك سميه بالصديق سبب رئيسي وضوح الصورة أمامه حينما جاءه ذاك الفاجر الكافر فرعون الأمة أبو جهل لما جاءه فرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظر المجرم أبو جهل قد جن حينما ادعى من وجهة نظر أبي جهل أنه قد أسري به وعرج إلى السماوات في حدث الإسراء والمعراج أبو جهل وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع أبو بكر فرح قال وأخيرا قد وجدنا دليلا على دنون محمد يزعم أنه في ليلة ذهب من الكعبة إلى القدس إلى آخره فذهب إليه مسرعا يريد أن يتشفى به قال أولم تسمع ما يقول صاحبك يزعم أنه انتقل في ليلة من مكة إلى القدس ثم عرج به إلى السماوات السبع قال أولم قد قالها قال نعم قال فإني أصدقه قال لك يا مجنون تصدقه قال نعم إني أصدقه على خبر السماء يأتيه بلحظة أفلا أصدقه على ذلك وضوح التصور طب ما الذي يمنع جبريل يأتيه بلحظة من فوق سبع سماوات ما الذي يمنع أن يصعد بدقائق أو بثواني إلى السماء السابعة انتهت المشكلة عنده ما عاد عنده تردد لأن الصورة أصبح واضحا كريستاليا مثال آخر أنا سأعطي أمثلة ما معنى خطورة وأهمية وضوح الصورة لأعرف علاقتي بربي وبديني وبهذا الدين وبوظيفتي منها ننتقل إلى موضوع كيف سيكون بإذن المولى عز وجل النهضة انظروا لهذا المثال إخواني وأخواتي قصة قد تكون رمزية وقد تكون أصولها حقيقية لكن من باب العبرة أن فقصص القصص لعلهم يتفكرون قصة وصلتني عبر الإيميل عنوانها الكوخ المحترق خلاصتها أن رجلا كان فيه سفينة غرقت السفينة نتيجة مشاكل في البحر فمات كل من عليها إلا شخص واحد أخذته الأمواج إلى جزيرة أصبح الآن ينتظر الموت لا يوجد بشر ولا طعام ولا شراب فقبل أن تنتهي حياته أخذ يبحث فوجد جدولا صغيرا من ماء فأخذ يشرب فلم يمت ثم أخذ يبحث قليلا فاستطاع أن يجد أرنبا هنا أو شيئا يؤكلها هنا فبقي عدة أيام بين الموت والحياة حتى تمكن من بناء كوخ صغير من أشجار خشب يقيه حر النهار وبرد الليل وبالكاد بعد أيام تمكن من استياد أرنب بعد أن كان يأكل أوراق الشجر بالكاد تمكن من إيجاد شيء يشعل به نارا فكانت فرحته تعادل الدنيا كلها أن تمكن من بداية شوي أرنب بعد أن أشرف على الموت في هذه الجزيرة في هذه الأثناء وهو يشعر أن الدنيا كلها لا تساوي هذا الأرنب الذي يشوى لأنه سيأكل بعد أيام من انتظار الموت أخذ ينتظر هذا الأرنب حتى يشوى فأخذ يمشي على شاطئ الجزيرة فأخذته غفوة فاستيقظ بعد فترة على صوت النار وإذ بالنار قد حرقت الأرنب وحرقت الكوخ وانتهى كل شيء عنده فالآن من شدة ضيقه وغضبه أخذ يقول ما يلي والعياد بالله أخذ يصيحه على الله ويقول يا رب ما الذي فعلته لك حتى تفعل به هكذا يا رب ما الذي جنيته ما الذي قصرت به لماذا فعل بهذا لماذا أخذ يصيح من شدة صياحه وضيقه وبكائه أخذته غفوة لم يستيقظ من غفوته إلا وشخص يوقظه فصعق من أنتم قالوا نحن سفينة كنا في عرض البحر قال فكيف عرفتم أني هنا قال رأينا دخانا فعرفنا أن هناك شخصا فأتينا لإنقاذك فكانت عنوان القصة إذا رأيت كوخك يحترق فلا تظنن الله قد تخلى عنك طبعا ما الذي أريده من العبرة وضوح الصورة وضوح الرؤية كم مننا الآن يرى بعض أكواخنا تحترق فيفقد الثقة بالله ظاهرا المشكلة السورية مشكلة الفلسطينية مشكلة الشيشان مشكلة بورمو مشكلة يا الله أين الله لا 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 افهم الوضوح الأول علاقة بين الله هناك امتحان الذي خلق الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا أنت في بلاء فإنما هي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة قتلانا في الجنة تصورات كلها واضحة قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عليه ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه هذه المفاهيم كله حينما توضع نستفيد من هذه القصة إياك أن تفقد الثقة بالله وأن تعتقد أن الله تخلى عنك وأن دينه لم يعد عزيزا عليه لا 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 نفهم التصور من البداية أبو بكر لوضوح الصورة عنده حينما ارتد المرتديات دون في أول بداية عهده بعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصورة النظرية النظرية البسيطة بلغة السياسة وبلغة الدول ينبغي أن لا يقاتل أحدا حتى كما نقول باللغة العامية إلملم مشاكله يحل مشاكل المدينة ويقوي نفسه لما أصر وضوح الرؤية عنده كان عجيبا لدرجة أن جبار الإسلام وعظيمه بالقوة المادية والشخصية عمر الخطاب قال له أبو بكر قال أخوار حينما تردد في موضوع حرب المرتدين ما الذي قال انظر لهذه العبارة لما اعترض عليه بعض الصحابة يا أبو بكر أبو بكر إحنا عددنا قليلين نطلع نقاتل كل هالقبائل وما زلنا في بداية العهد فرد عليه قال والله لو أن الكلاب سارت بأرجل أمهات المسلمين في المدينة ما توقفت عن قتالهم القضية صدمة وضوح رؤية جدا ما هو الأساس لذلك قال القائل لو لا أبو بكر وأحمد بن حنبل لجعنا الإسلام ناقصا انحرف كثير من المسلمين قادة المسلمين كثير منهم انحرفوا بالتاريخ لكن انحرافهم لم يعد بالسوء إلا عليهم التاريخ لعنهم ونحن نلعنهم لكن لو لا موقف أبي بكر في حرب الرد من شدة وضوح الرؤية عنده لأتانا الإسلام مناقصا منحرفا ولولا وضوح الرؤية عند أحمد بن حنبل حينما قالوا له يا شيخ العلماء كلهم أخذوا بالفتوى إلا من أكرها وقلبهم اطمئنهم بالإيمان حتى لو كان المعتزلة يريدونك أن تقول كفرا في موضوع خلق القرآن يا أخي قلت إخوانا المصريين عديها بقى مجيها خلاص ما تدق إيش بلاش فتنة وبلاش وبلاش قصصها وكثير من العلماء أخذ بهذه الفتوى إلا من أكرها وقلبه مطمئنهم بالإيمان لكن الرؤية عنده اختلفت حينما قال لذاك القائل وهو في السجن ذهب به إلى شباك السجن فنظر فإذ بآلاف الطلبة يمسكون الكراسات والأقلام ماذا سيقول أحمد بن حنبل سيسجل التاريخ وتصبح عقيدة عند الناس بمعنى وقفتي موقفي فعلي ردت فعلي قد ينبني عليه دمار فكرة الإسلام في النفوس لا والله ما يقوله جلد ضرب أهين عري إلا من عورته المغلظة وأركبوه على البغال والحمير وساروا فيه في بغداد ورموا عليه الماء البارد وجلدوه فصمم لذلك بثباته أكرمه الله وانظر كان يقول بيننا وبينهم الجنائز أحمد محمد انظر كيف ننظر إليه الآن وكيف ننظر إلى من وضوح الرؤية يعطيك الثبات وضوح الرؤية يعطيك القوة يعطيك قوة الإرادة يا الله هذه مشكلة المتحدث دائما ما بحسب الوقت أنا أعتقد أنه أنا أتحدث فقط سبع دقائق طيب الله مصال على سيدنا محمد بقي خمس دقائق شو يا أخوة بشكل سريع جدا على موضوع وضوح الرؤية أنا وضعت حوال تسع أمثل ذكرت ثلاثة منها لكن هذه أهمية وخطورة ما معنى أن تكون الرؤية واضحة عندي النقطة التي تليها قلت الآن بعد وضوح الصورة الآن إذا اتضحت الصورة تلقائيا تتشكل عندك قوة دافعة وما عليك إلى أن تأخذ القرار وتنفذ نسيت أن أذكر لكم عن أبي بكر أنا ذكرت كل هذه التفصيلات لأقول مثلا ونسيت المثال أبو بكر رضي الله عنه جاءه ابنه عبد الرحمن وعبد الرحمن ابنه كان مع كفار قريش في بدر لم يكن قد أسلم بعد انظروا ماذا يقول الابن بعد أن أسلم لأبيه يتقرب إليه ويتودد إليه يقول يا أبتي كنت أراك في بدر وأتحاشاك زي اللي بتقرب له بيقول له يا بابا أو يا باب تعرفت أنا كنت شايفك في بدر يعني والسيف معاي بس كنت أتهرب من أي مكان أنت فيه قال كنت أراك في بدر وأتحاشاك قال والله لو رأيتك ما تحاشيتك الصورة صارت واضحة عنده الله أولا وليس ابني أولا وليس بلدي أولا ولا وطني أولا ولا أمي ولا زوجتي الله أولا حق الله علي أولا وضوح الصورة أدى إلى القوة الدافعة والقرار والتنفيذ والله لو رأيتك ما تعاشيتك لذلك بقول لا بد إذا اتضحت الرؤية أنا برأيي مثل الدومينو تعرفون حجارة الدومينو حجارة الدومينو the only thing you need just to be able to تعمل الخطوة يش الأولى تك كلها إذا الرؤية صارت واضحة الآن ما في شيء إلا فقط تستثمر الطاقة الطاقة تأتي الصورة واضحة تأتي الطاقة أتت الطاقة خذ القرار لا تتأخر وابتدئ في التنفيذ مهما كان صغيرا وضعت هنا أمثلة سريعة جدا في الثلاث دقائق الباقية قلت مما يعينك على عدم التأخر في التنفيذ الآن وضحت الرؤية عرفت ما الذي لي وما لي علي أني أنا مخلوق من هذا الخالق العظيم الله مطلوب مني أن أعمر الأرض وأن أكون خليفة في الأرض وأن لا أذهب إلى القبر إلا وقد أديت ما علي لأقف يوم القيامة أمام الله رافع عن رأسي يا رب قد فعلت ما علي فلك الحمد إلى جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله طيب ما الذي الآن تضحت الصورة ما الذي يعينني على سرعة التنفيذ وأخذ القرار وضعته ثلاث نقاط سريعة النقطة الأولى الخوف يجب أن تخاف يجب أن تخاف من أن يأتيك الموت وأنت لم تفعل ما عليك يجب والذي يظل وطوله نهاره يقول لك تعرف يا أخي ولازم تكون بيسفول وتحكي بالرحمة وتكون كتير كتير نايس وكتير كتير جنتل ولا تخوفهم لا 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 الله سبحانه وتعالى غفور رحيم نعم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشرات المرات سبع عشرة مرة في الصلاة ولكن أيضا الله قال أنه شديد العقاب لازم تخاف من لم يخاف سوف يدمر نفسه يجب أن تخاف من سوء العاقبة يجب أن تخاف من الموت يجب أن تخاف من أن تقف أمام الله يوم القيامة ما الذي فعلته قد مكنتك يا عبدي فسافرت وعشت في بلاد كانت بأيديك الملايين عندك الأكسس تستطيع التأثير ما الذي فعلت جمعت المال فقط حتى لو بالحلال أنت مقصر ما الذي فعلته هل وجهت أولادك هل تحدثت مع الناس هل استخدمت قدرتك سلطتك سطوتك قوتك لسانك شخصيتك معارفك قدرتك معرفتك هل استخدمتها لا والله ما الذي فعلته كنت أعيش فقط حتى لو لم تفعل حراماً أنت مقصر لذلك النقطة الأولى يجب أن أخاف وأن تخاف وأن تخافي من التقصير أمام الله سبحانه وتعالى والنقطة الثانية إخواني وأخواتي يجب أن تنظر دائماً إلى البشارات والمطمئنات بشارات عظيمة يا إخوة من أعظم البشائر ما تشاهدونه الآن القوى المادية في الكون كله على الأرض كلها تعمل ليلة نهار لتدمير الشباب انظر مؤتمرنا في لب بلد علماني يحضره حوالي عشرة آلاف غالبيتهم من الشباب أو ليست هذه بشارة مطمئنة أن الحق لابد سيغلب ولكنها فقط فثق بالله سبحانه وتعالى واحدة من الأمور في رمضان الماضي أو الذي قبل يليه كنت في العشر الأواخر في إيطاليا أكرمني الله سبحانه وتعالى بجولة في العشر الأواخر مجموعة محاضرات فذهبت إلى مدينة فلورنس اللي مشهورة بأكثر المدن المشهورة في العالم في موضوع الفن فيها مايكل أنجلوس اللي هو هذا اللحات الرسام فهو مجموعة المدينة فتفاجأ قالوا لي أريد أن تخطب الجمعة فذهبت لخطبة الجمعة كنت في ميلانو ذهبت إلى فلورنس فنزلت من القطر مباشرة ووضعت رغضي في النوق إلى مكان الخطبة فتخيل أنت الآن طبعاً إيطاليا عدد المسلمين قليل جداً جداً مقارنة بأمريكا لا يقارن وهذه مدينة سياحية غالية جداً وعدد المسلمين قليل جداً فيها فصعقت بما يلي دخلت إلى مكان قال لك يا شيخ بدك تحضر نفسك تخطب الخطبة مرتين قلت ليش؟ قال لا يوجد مكان تخيلوا حضر الخطبة أتحدث عن شباب 95% شباب حوالي 500 شاب دخلوا المسجد في داون تاون ومنطقة مكتظة جداً لا يوجد مكان فخطبتوا فيهم الجمعة فخرج الخمسمائة ودخل خمسمائة آخرين من الشباب الموجودين في قمة الفتنة في ذلك البلد جاءوا حوالي ألف ليصلوا في وسط مدينة فلورنس السياحية التي عبارة عن piece of art وكتلة من العري في الصيف وشباب إذن المطمئنات والمبشرات من فضل الله سبحانه وتعالى عظيمة وأختموا طبعاً أتحدث عن ماذا مما يعينك على سرعة البدء وعدم التقاعص في أخذ القرار والبدء فقلت الخوف والثانية انظر إلى المبشرات والمطمئنات والثالثة أختم بها احقص على أن تنظر إلى القدوات انظر إلى من وفقه الله فوصل ماذا فعل اقتد به احبب طريقه افعل فعله تعلق بما فعل حتى تصل وخاصة من القريبين منك لأن يا إخوة أنا أكون صريح معكم يجب أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن كل هؤلاء أساس ولكن بعض الأحيان جيل الشباب تخصيصاً إذا حدثت وقلت عمر وأبو عبيدة وقل لك يا أخي 1400 سنة ظرفهم يختلف عن ظرفنا وأنا بعيد عنهم وبعيد عني والله لو كان موجوداً ربماً لا راعة ظرفنا أنا لا أستطيع وأستطيع والتكنولوجي والآيباد والأبصر والكذا والإنترنت والأخير فبعض الأحيان القدوات الحالية بما وفقوا بكرم من الله نحتاجها كما نحتاج القدوات التاريخية أعطي هذا المثال الذي أختم به عن موضوع ما معنى قدوة فتعطيك بشارة فتستخدم كل الطرفين الخوف من التقصير أمام الله والقدوات والمبشرات فتعطيك الطاقة الدافعة فتأخذ القرار القصة رواها الداعية الأخ الحبيب الدكتور عامر خالد سمعتها منه قبل أكثر من عشر أو خمسة عشر سنة نسيت خلاصتها يحدث عن شخص يروي لنا قصة كابتن كرة قدم مصري شاب مصري تعرف الأخوة المصريين يعشقون كرة القدم فهي عم بلعبوا لعبة فأثناء اللعبة الكابتن أحرزه هدفاً كما يقولون تاريخياً أو أسطورياً فتخيل الناس كيف يفرحون عند إحراز الهدف الذي يصيح والذي يخلع تي شيرت الخاص به والذي يركض على الأرض والذي يصيح والذي يقول عبارات لا معنى لها من شدة الفرحة من يفترض أن يكون أشد الناس فرحة في تلك اللحظة؟ الذي أحرز الهدف بالمنطق الكومون سنس الآن الناس تصيح وتصرخ والرجال والنساء ومش غلود والعرق ينزل والصياح يرتفع الذي أحرز الهدف يقف في منتصف الملعب ولم ينتبه أن هناك أحداً بجانبه على بعد أمتار الذي يروي لنا القصة كان يقف خلفه في الزاوية الميتة الزاوية الميتة يعني إن فعلت هكذا أرى إلى هنا وإن فعلت هكذا أرى إلى هنا هذه المنطقة زاوية ميتة لو وقف فيها شخص لا أرى فصاحبنا الكابتن كان يقف أحد خلفه في الزاوية الميتة فلم ينتبه له فدع الله وهو في الملعب عند إحراز الهدف والناس تصيح بصوت عالي وقال يارب زي ما فرحتني في الدنيا فرحني في الآخرة انظر أين هو الآن هو في موقف يجن به الشباب لكن وضوح التصور عنده هو يعلم أن لا كرة القدم ولا كرة السلة ولا الزواج ولا المتعة ولا الـ boy friend ولا الـ girl friend ولا التكنولوجي ولا الأموال ستأخذ به إلى الله وإنما الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله هو الذي سينجيه ففي قمة الجنون عند البشر هو يقول ماذا؟ يا ربي زي ما فرحتني في الدنيا فرح في الآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى على قولة أخونا المصري زي ما فرحتنا في الدنيا في اجتماع هذه القلوب على طاعتك ومحبتك يا رب العالمين أن تفرحنا وأن ندعو بعضنا أسأل الله أن أكون ممن يدعوكم جميعا إلى قصري في الجنة إن شاء الله ونقدمكم ونبدكم إياه إن شاء الله بإذن مولى عز وجل وكل مننا يدعو الآخر ونسلم على بعض ونذكر هذه الأيام أتذكرون ما كنا نفعل؟ أتذكرون حينما قلنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صاحب كل قلب يسمع هذه الكلمات ممن قد رضي الله عنه أن يجعله خيرا مني في الدنيا والآخرة أن يجعله سببا في حب الناس لرب الناس اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر